نحن على التليفريك الكبير الشهير مثل التنين شكله هنأخذ قاعدة ونطلع إلى ميلة المدينة نرجع من بدل وبدأ التليفريك الكبير يطلع نتمنى أشخاص بس فيه هون المزلاج نرى هذا المزلاج هذا المزلاج في ينزل فيه الشخص من هون إلى لسار برحلة تكون من العمر أكيد بس نحن معلنا وقت لنعملها للأسف نرى بحيرات لسار الرائعة الجميلة جدا جدا الساحرة هذه المدينة على الشمال وهذه بحيرات لسارن الجميلة جدا يطلع البانورامية رائعة هذا المزلاج جميع الأسف لسارن الجميلة جدا نرى لسارن جدا نرى لسارن جدا وعن نشوف الناحية التانية الميل التانية ايضا ايضا خدار رائع جدا وضحيرات وطبيعة جميلة وقربنا ندخل بالضباب طالعين لقمة بيلاتوس بالمرحلة الثالثة صعودة مكانيات ضخمة وجبارة للدولة السويسرية نشوف المناظر الجميلة جدا نشوف الأطلالات الساحية مناظر الثرافية على ارتفاع حوالي 1900 متر تلوفريك ساحر ننصح كل انسان يجب على المناظر الجميلة لانه يجرب هذا التلوفريك لا يستطيع ان ندن أبدا يجربوا لغاية القمة نشوف المحطة الأخيرة نشوف الضباب و بعض الأمطار نشوف المناظر الجميلة هذه هي قمة بيلاتوس الساحرة خلال الأطلال سرنا بقلب الضباب تقريبا صرنا بقلب الضباب وردت اللوغة جاتن هي بتعطي كبير رحلة من العمر صراحة كل معنى الكبير هذا التالفريكا ونصحكم فيه بقوة شوفها المناظر سبحان الله شوفها المناظر الرائعة الله الله سبحان الله شوفها المناظر الخرافية لا يصدق فعلا الشي لا يصدق بيلاتوس صارنا فوق الضباب وفوق الغام وفوق سبحان الله ونشوف المناظر الرائعة وقترب التالفريك من محطته الأخيرة ناخد اطلالي على الميلة الثانية لا يصدق فوق الغام Bernice مهلا اكيد النزول بهالتالفريك ايضا ممتع جدا بس نحن هناخد لترا بل اجل مزيد من الأسطنة نشوف العجقة الناس التي نزلين الآن نغادر التلفريك نرى الازدحام الشديد ربما نحن في أيلول نرى ازدحام الناس المعطرين ينزلون على لسهرن من قمة بيلاتوس على ألفين ومئة متر نرى الكهوف داخل الجبال نحن 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 نقوم بإطلالات وصور رائعة هناك مطاعم على ألفين متر مع إطلالات ساحرة خرافية ومحلات للساعات والشوكولات والأجبان والألبان وهذه هي قمة بيلاتوس ونحن نحاول نخرج على الدرجة لنصل إلى فوق لنأخذ منظر بانورامي السحر والخرافية نحن نرى هذه المناظر الجميلة جدا وهناك معنى وستحن نحن نحن نتخل أكيد هناك ورد هنا انضم ملاحة جبلي جميلة ـ درجة الجميلة نلاحظ كيف نحن فوق الغيوم صرنا فوق الغيوم وداخل الضباب ومناظر خرافية بكل معنى الكلمة هنحاول نطلع على القمة لفوق لنخذ لكم مناظر ولقطات وأطلالات بعد أجمل منعيكم فوق الصعود هون بيأخذ عشر دقائق متل منا شايفين هنفتح البوابة ونبلش نطلع نطلع بالقلب قوي أكيد هون ونحن لها بإذن الله هذا المكان اللي طلعنا له الميلة التانية أيضا فيها مكان قمة اللي بحب يصعد لها لكننا اخترنا هذه القمة لأنه بطلع على نواحي لوسيرن ومنشوفكم فوق لدينا عشر دقائق صعود كما شايفين ونلتقي على رأس القمة إن شاء الله هذا البيلاتوس تريفريك الجميل أكيد التعب بلش حل علينا مناظر ساحرة هنتابع صعودنا باتجاه القمة هذا البيلاتوس برد كثير برد الضبابة 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 والأرض البللة يمكن أن يصحط أصدقائنا يستاهلون والأحبة والأقارب والزملاء يستاهلون يشاركون هذه المناظر الجميلة نحن صرنا بالضبابة نرى البحيرة نرى الجبال الجميلة والضبابة 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 وأيضا نتابع باتجاه الأعلى طبعا بهذا المكان يجب أن ينتبه على خطواته صعودا وخاصة هو نازل شكرا 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 أريد أن أشاهد كيف آم لحظة أن أصرنا قلبه ضعيف أكيد منصح وما يتطلع وما يتطلع على التحت خاصة اللي عنده فوبي من الاماكن المرتفعة صرنا قراب من القمة طبعاً ما راح نقدر نصور نحن نازلين لانه لانه ننتبه على خطواتنا اكيد بالصيفية المنظر هون بيكون اجمل بكتير وجود الضباب الكثيف حيحول دون اطلالات جميلة ملاش نحن نصلحوا القمة اخبارنا السونيين تليين تنين وينما كان اوه سبحان الله اوه يا سلام نشوفها الاطلالات الجميلة مرتفعة الشاهقة طبعاً اقل علوا من جنك فروجوش نحن نشوف اماكن للمشات جسور واماكن رائعة نحن بالبيلاتوس كولم كما شايفين نحن نتابع سيرنا لرأس القمة اللي بصلنا لها بعد 10 داعي صعود نحن بالبيلاتوس هذا المنظر هيك بيكون الصيفية المكان اللي طلعنا له سيراً على الاقلام على الدرجة هنرجع وننزل على نفس المكان نفس هذه المحطة ونأخذ لترا ما رح نزع بالتاليفريك سنأخذ لترا بقلب الجبل من عروق 1200 متر سينزل فينا لمدينة لوسيرن لنكمل رحلتنا سنرى الكوربو ان شاء الله ما ينزعج انه على الصغر اطلالات هنا في هذا الدرج اللي طلعنا عليه ان شاء الله يكون مبين لكم الكاميرا هذا المطال الثاني بس شوفوا اجمل المطال اللي بيفرج كل البحيرات بس للأسف الشديد الضباب الضباب ثم الضباب لهيك رح نكتفي بهذا الادر وناخذ رحلتنا نحو العودة الى المحطة ثم القطار ونشوفكم ان شاء الله بمحطة ثانية من مدينة لوسيرن وضواحيها الجميلة الى اللقاء